السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم معنا قوتي في هذا الفيديو. كما عارفين اللائحة دي واليد الرجراجي عادت خروج يوم 13 مارس يوم الاثنين واليوم السبت. إذن قربت اللائحة. ممكن نشوفوا استاديا العناصر العودة ديالهم المنزهة بالوطني المغربي في هذه اللائحة اللي عادت خروج العالنية يوم الاثنين 13 مارس. إذن هذه اللائحة هذه اللائحة اللي عادت تغلب عليها اللاعب اللي كنعرفهم. وممكن استاديا العناصر نشوفهم آآ بعد مهد دمشناه في المنتخب الوطني. عنك تشفوا هذه الاسماء السبتة. هذا فقط قيبقى رأي ونهالتنين إن شاء الله عن تأكدوم هذه المسألة هذه لأنه ممكن استاديا العناصر يرجعوا للمنتخب الوطني المغربي بعد غيبة خاصة على المونديل القطاري. لأن والد الرجراجي صلى الله جل المنتخبه دي حاولي استاديا الشهور بقي ما ما كان عنده هذا التربص فقط ثالث كان عنده تربص شوتنبر والتربص في المونديل. والآن تربص هذا الثالث اللي يكون به المغرب وإسبانيا إذن أسماء الستة اللي عنده مجربة كبيرة طبيعة الحلاوما لا في الفورق ولا في المنتخب الوطني المغربي لاعبين كبار. عم بدأوا بلاعب اللي عنده 26 عام وكلاعب في البطولة الماجرية اللي هو السامي مايي. سامي مايي العب في الفترة اللي كان قبل مجي والد الرجراجي في المنتخب الوطني العب فترة طويلة ما بقي ما لعبش في العهد دير والد الرجراجي. ممكن والد الرجراجي يعيدوا في الدلاء هذه ويشوف المستوى الرائع ديال السامي مايي احتلاء ممكن يكون رجع المستوى ديال الرائع لأن السامي مايي كلاعب في عدة مراكز. هذا العب هذا ممكن يكون عندك جوكر ممكن تعمله في الحتياط أهوال لكن يكون جوكر. لان اي اصابة اي حاجة لاني ممكن تحتاج في هذه السامي مايي. لأن ملاعبية اللي يلعبوا هال المراكز هادو يكون ملاعبية مزيان صراحة المراكز مختلفة. يكونوا مزيانين بزاف هناك اي من برقوا لاعب البطولة الالمانية. كذلك من خيرة اللاعب اللي مرصوا في البطولة الالمانية. اللاعب اللي كان قدم مستوى لا بأسابة في المنتخب قبل فصلة والد الرجراجي. الا هو التنفسية ما كانتش عنده لانه ما كان عارفوا الموسمي كان فرق فرنكفورت الالماني. والان في احد الفرق الاخرى كان دنبوخون الالماني. ما بقي ما ما كانش واجد نيشان في المنضي القطري. يمكن يجربوا والد الرجراجي في التربوز هذا. وشوف المستوى تلعين وصل. مش ان واحد لاعبي عنده 34 و 30 عام. يلاعب في الوحدة السعودية الآن. ليه فايصال الفرج اللي كلاب واحد الروح القتالية كتحجب. نجد الروح القتالية اللي عند فايصال الفرج روح القتالية كبيرة كتفكرنا في نوردين امرابط وفي الاخرية اليوسوفيان امرابط. اللي كلاب هذا الروح هذا مع المنتخب الوطني المغريبي. إذن فايصال الفرج من الخيرة اللاعبين صراحة اللي كانوا في العهد القبل والد الرجراجي. فايصال الفرج من اللاعبين الصراحة اللي قدموا للمنتخب الوطني شائر كثير. ممكن نشوفوا العودة دياله للمنتخب المغربي ما سترغبون شو لاشن العودة دياله للمنتخب. هناك سوفيا الرحم اللي كان معنا في التربوز ديال إسبانيا وشو تامبر المخبل. آه اللي فات. ما طلعوش والد رجراجي للمنديار كان يمكن قلونا قسم الوازن ومكان يمكن مقتنعش به. ممكن الآن نشوفوا العودة ديال رحمي من المنتخب الوطني المغربي خاصة في هذا اللقاء البرازيل والبيرو. ممكن نشوفوا العودة دياله ممكن يتم المنادس عليه ويشوف المستوى دياله حتى لين وصل سوفيا الرحمي من خيرة اللاعب اللي كانوا عندنا في البطولة صراحة لاعب آه جميل اللاعب اللي كان نخرج رجاء البيضاوي فرح كبير كان رجاء البيضاوي. ممكن شنا يطيق اي لعب ره لعب واعر بزاة. ومشا للبطولة الاماراتية كنا كنفضلوا ان نمشي بطولة اخرى المهم شون رايان مايي هذا اللي عنده خمسة وعشرين عام اه رايان مايي الاخ ديال السامي مايي بدوري كان قيله كان قيله كان معنا قبل معنا تصفية وكل شيء اللاعب اللي كان صراحة كيس سهل يطلع المونديل ولكن للأسف جواليت شديره وعبد رزاق حمد الله طفل ومكان دياله في اخر اللحظات اللاعب اللي عنده خمسة وعشرين عام باقي السن دياله الصغير باقي وممكن نشوفوا العودة دياله المنتخب الوطني في هذا التربوس هذا ومشي من الاخر اللاعب اللي هو ايوب الكعبي اللاعب سد القطري حاليا المعارم في فرقة دياله التركية اللي انسح باسم البطولة التركية بعد احداث اللي قناعرفوها في تركيا اذا ايوب الكعبي اللي كان كذلك مع والد رجالي في التربوس ديالشوتنبر ممكن حتى هو نشوفوا العودة دياله للمنتخب الوطني المغربي كيبقى واحد الاحتمال الكبير ان نشوف ايوب الكعبي في هذه اللائحة خاصة وشديرة وحمد الله ما قدمو الشيء الكثير في المنظير القطري اللي فاسممكن نشوف ايوب الكعبي من جديد في المنتخب الوطني وخاوة صراحة ما قدم شي شيء للمنتخب الوطني